اهلا بكم من جديد قال الناتق باسم الجيش العراقية اللواء يحيى رسول ان الطائرة المسيرة التي قسفت مطار عربة الزراعي بالقرب من السليمانية قتلت ثلاثة من عناصر مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ودخلت الاجواء من تركيا وفي تصريحات للغد ندد رسول بما وصفها بالاعتداءات التركية المتكررة مشددا على ان بغداد تحتفظ بحقها لوضع حد لهذه الفروقات هذا العمل يعد ادوانا ويشكل انتهاكا لسيادة العراق وامنة وسيادة وسلامة عراضيه وكذلك مثل خلال تأديد السلم والامن في المنطقة والعالم ويعتبر خرقا بحكام القانون دول الانتهاك لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة اكيد هذه الاعتداءات المتتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقة حسن الجوار التي تربطنا مع الدول ومن ضمنها تركيا وكذلك تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة وامتوازنة مع جميع الجيرانات نأكد انه العراقي يحتفظ بحق بوضع حد لهذه الخروقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من بغداد دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي ومن اسطنبول دكتور طاها عودة اغلو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية اهلا بكم ابدأ معك دكتور علاوي من بغداد المطار عربت في جنوب شرق السليمانية وارجو ان تصحح لنا يعني ليس على الحدود التركية يعني هو اصلا المطار في جنوب شرق السليمانية اصلا هل تتذكر حضرتك كم المسافة تقريبا كم صارت هذه المسيرة التي دخلت من تركيا كم كيلو متر صارت حتى تصل الى هذا المطار مطار عربت مساء الخير عليك مساء الخير على ضيفك الكريم ومساء الخير على المشاهدين الكرام هي ليست الموضوع حقيقة بقضية الكيلو مترات والدخول وانما انتهاك السيادة العراقية حقيقة من قبل الجانب تركي نتيجة وجود البككة على الشريط الحدود هو التحدي الاساس الذي لا بد ان نشخصه في بداية الامر حقيقة على الشريط الحدود يا دكتور علاوي اسمح لي على الشريط الحدود لذلك سألتك عن السليمانية لا لا اسمح لي بس اسمح لي فضل فضل هو بس اسمح لي اسمح لي عزيزي المشكلة الاساسية المشكلة الاساسية تداخل ملف البككة حقيقة في طار علاقات فعالة بين الجانب العراق والتركي هو تحدي اساس للامن القوم العراقي وتحدي كذلك لمسار هذه العلاقات ولذلك العراق منذ عام 2013 تحدث بصوت عالي يجب أن يحل هذا الملف حلا سياسيا لكنه لحد الآن حقيقة استمرار الجانب التركي باستخدام أدوات القوة المسلحة داخل عمق السيادة العراقية هذا هو تحدي كبير وهذا تهديد حقيقة للقرى والمناطق الحدودية من جهه وكذلك بالمقابل لسلامة الأراضي وكذلك السيادة الوطنية العراقية وهذا بالتالي ما يجعل الحكومة العراقية أصدرت بيان فجرا حقيقة اتجاه هذه الحادثة وكذلك بالمقابل مطالبة تركيا بعدم انتهاك السيادة الوطنية العراقية وعدم كذلك بالمقابل استخدام قضية البككة وقضية الصراع معها داخل الأراضي العراقية لأنه بدأ يؤثر حقيقة على أمن واستقرار البلاد من جهه وكذلك على أمن وملاحة الطيران وكذلك استخدام المطارات المدنية في أقليم كردستان على وجه الخصوص وذهب ضحية هذا الحقيقة الاستهداف الذي هو عدوان مثل ما وصفه البيان الذي صدر عن الناتق باسم القادة العام للقوات المسلحة وانتهاك للسيادة العراقية ثلاثة أفراد من قوات جهاز مكافحة الأرهاب في أقليم كردستان في السليمانية وبالتالي إلى أنه حقيقة بدأ يتساقط ضحايا وشهداء من أجانب العراقي نتيجة هذا الصراع وبالتالي على الأتراك أن ينظروا ويعيدوا النظر حقيقة بسياستهم بهذا المجال وهناك يتوقع أن العراق يركز دوما على سياسة حسن الجوار والالتزام بها لكن بالمقابل على الطرف الثاني التركي كذلك أن يلتزم به هذا السياق وهذا المسار وهذا ما يؤثر حقيقة في أذهان الرأي العام العراقي ويؤثر كذلك في منظومة الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية في هذا المجال يا دكتور علاوي أرجو أن تفيدنا لو أمكنك بالتأكيد أو النفي هل صارت هذه المسيرة التركية لمسافة تزيد عن 500 كيلو متر حتى وصلت إلى هذا المطار لا أشوف لدينا مقتربات جغرافية متعددة مع الجانب التركي كان على المثلث العراق التركي الإيراني أو كذلك بالمقابل على مسار حدودي مباشر أو كذلك منطقة فيش خابور في المثلث العراقي التركي السوري فبالتالي هناك مقتربات جغرافية كبيرة ومفتوحة مع الجانب التركي وهذا بالتالي يمكن استخدام الطيران المسير بهذا المجال لكن بالمقابل هذا تهديد وتحدي حقيقة للسيادة الوطنية العراقية وتهديد كذلك لأهلنا وإخواننا في قليل كردستان وبالتالي ندعو الجانب التركي حقيقة بالتوقف عن هذه الحملة تجاه البككة داخل أراضي العراقية سيد طه من اسطنبول ما هي وجهة النظر التركية هنا؟ نعلم أن هناك اتفاقات أمنية قديمة ربما دائما ترفعها أنقرة تتشدق بها دعا نقول بينما حتى ربما تقول بغداد أنها بحاجة إلى تصحيح وإلى تعديلات مصار إنما بشكل نعام ما المشكلة في أن تنسق أنقرة مع بغداد حين ترصد أنقرة نشاطا هي تسمي إرهابيا ما؟ أين المشكلة؟ لماذا تصر تركيا على التصرف منفردة؟ تحية لك في بداية أستاذ محمد وضحك كريم والأستاذ المشاهدين من دون شك أن هذا الموضوع موضوع شائك للغاية ومنذ تقريبا عقود طويلة على الرغم من علاقات التركية العراقية الاقتصادية وحتى السياسية وصلت إلى مرحة متقدمة خلال الفترة الماضية لكن يبقى هذا الملف هو العقدة والذي يعكر صف الأجواء ما بين الطرفين نتحدث عن هذه العمليات التي تقوم بها تركيا تعلم تركيا منذ تقريبا فترة من 2021 حتى تقوم بعمليات داخل الأراضي العراقية وسمعنا هناك أصوات من داخل الحكومة العراقية والمركزية وآخرها الزيارات التي كانت يقوم بها المسؤولين في العراق إلى تركيا لكن اللافت في هذه العمليات خلال الفترة الأخيرة الماضية وخاصة مع بداية العام الجاري لاحظنا هناك اتخذ الطابع استخبارات معلوماتي بمعنى المسيرات التركية عندما كانت أنقرة في السابق تقاتل على الأرض وكانت تواجه حقيقة صعوبات حاليا هناك أصبحت هي على الكم وليس على النوع وخاصة بمعنى تحييد عناصر معينة من خلال هذه المسيرات تحييد يعني قتل يعني يا سيد طهر تحييد يعني قتل يعني تحييد هنا يعني قتل تحييد بالمفهومة التركية قتل أو استسلام أو اعتقال ولكن هي عالة كقتل تستخدم ولكن الجانب التركي يعني دائما يذكر بعض في وزارة الانتفاع التركية هناك القضاء أو تحييد عدد من عناصر حزب العالمية كودستاني المصنف هنا بالإرهابي لكن هناك أيضا نقطة لافتة هناك حديث تتذكر سيد محمد يعني قبل فترة كان هناك حديث في الإعلام حتى التركي والعراقية تحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس التركي رجاب طيب أردوغان وهناك كبار المسؤولين الترك زاروا العراق خلال الفترة الأخيرة الماضية هناك ملفات الأمن هو الملف الشائك والصعب ملف المياه أيضا ملف موضوع طيب اسمح لي يا سيد طه عذرا على المقاطعة اسمح لي فقط لا اسمح لي هو سؤالي أين المشكلة في أن تنصق أنقرة مع بغداد كلاهما لا يريداني إرهابا في المنطقة كلاهما أين المشكلة بغداد تقول فقط نصقه معي تصر تركيا على أن تتصرف منفلدة تماما لماذا؟ هذا سؤال وجيه جدا وجوهري جدا وخاصة أدرب لك مثال في زيارة أخيرة للسيدة كازم رئيس الوزراء الأسبق إلى تركيا وفي مؤتمر صحفي عقده هنا في أنقرة تحدث بأن حكومتي سوف تقوم بالقضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني ولكن أنقرة أرضفت وقعت ممكن أن نساعدكم في هذا الموطوع هناك حقيقة هناك تعدد في مصادر القرار وخاصة في العراق تحدث حكومة عراقية تحدث في أربيل وهناك جهات إلى حتى هذه اللحظة لا تستطيع هناك تتخذ قرار الحياد أو موضوع دعم حزب العمال الكردستاني ولكن الحكومة العراقية هناك بعض النقاط الصعبة واجهت هناك صعوبات داخلية خلال الأسنوات الماضية هناك حزب العمال الكردستاني في الفترة الأخيرة توجه إلى مناطق وعرة في المسلسة التركي العراقي الإيراني وهذا أصبح صعب جدا إذا أشرتك في بداية حديثة بأن العمليات التركية انتقلت من طابع يعني كانت على الأرض إلى طابع المسيرات وهذا هو السبب الذي يطرح لماذا أنقرة تقوم بالمسيرات واتخاذ هذه المسيرات بالهدف الأساسي هو تحييد بعض العناصر المطلوبة حتى لا تكون هناك أهداف مدنية طيب يا دكتور علاوي عذرني على هذا السؤال يا دكتور علاوي هناك أصوات كردية تقول إن بغداد أو إن مسؤولين ببغداد يعلمون وتنصق معهم تركيا هذا الأمر وإن ما كانت تركيا أن تقدم على اقتحام الأراضي العراقية بهذا الشكل دون إبلاغ مسؤولين أو اثنين من المنط إليهم الأمر والدليل أن السلطات العراقية عادة في بياناتها تقول سنتخذ أو سنلتزم بالرد ولنا حق الرد وهكذا لا أكيد غير صحيح هقيقة هذه الأقوال والتصريحات التي تصدر لأن السيد محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء العراقي تحدث مع السيد أردوغان عندما زار تركيا وتحدث معهم بصورة مطولة وكذلك اللقاء الذي حصل من قبل وزير خارجية تركيا عندما زار العراق والتقى بسيد رئيس الوزراء كان واحد من الملفات الأساسية هذا الموضوع حقيقة في حماية السيادة الوطنية في الإبعاد المواطنين العراقيين من أقليم كردستان عن هذه التحديات والتهديدات التي بدأت تصل ونفقد أرواح عراقيين أبرياء عزل وهذا بالتالي تحدي أو تهديد حقيقة ورثناه من فترات سابقة وتعمل الآن الحكومة العراقية على إنهائه من خلال انتشار قواتنا المسلحة على الخط الصفري العراقي التركي وهذا ما لاحظناه بالنشاط كبير تقوم به قوات حرس الحدود على المخافر الحدودية من عملية كذلك بالمقابل تنسيق ما بين القوات الاتحادية في قيات العمليات المشتركة مع قوات البشمرقة والأجهزة الاستخبارية والأمنية وكذلك هناك عمل دعوب بين الحكومة الاتحادية وحكومة تقليم كردستان لإنهاء هذا الملف الذي مثله تحديا كبيرا للسيادة الوطنية وانتهاكا صارخا كذلك للأجواء العراقية بين العين والأقر نواجه هذه الأعمليات وهذا تحدي وتهديد الاستقرار في العراق وبالتالي على الأتراك أن حقيقة يعو هذا الموضوع من جهة وكذلك من يصرح هذا الموضوع سيجد الحقائق غير ما يقولها وهي موجودة على أرض الواقع لأن رئيس الوزراء ملتزم بحماية السيادة الوطنية والحفاظ عليها والحفاظ كذلك على الاستقرار وأمن العراق من يقول ذلك يا دكتور علاوي يستند إلى أكثر من نقطة يستند إلى التكرار يستند إلى أن الإخبار والإعلام لا يأتي من تركيا يستند إلى ردة الفعل يعني مثلا في واقعة فجر اليوم في هذا المطار المطار عربت مثلا توفي ثلاثة عسكريين عراقيين هل تعتقد أن الرد يا دكتور علاوي هو استدعاء السفير التركي استدعاء أنت تعلم ومن يتابعنا يعلم أن استدعاء السفير ربما يتم على الاعتراض على تصريح ما مثلا يعني لا إذا تسمح لي أولا أن نحن ملتزمون بالحل الدلماسي لأنه ليس هو الحل الأمثل ولكن هو الحل الأوفر لإيجاد مساحة حوارية ما بين العراق وتركيا نحتاج إلى تفكيك هذه المسألة وهي قضية البككة التي ورثناها منذ سبعينات القرن الماضي هي ليست ظاهرة جديدة أو قضية ظاهرة اليوم ولكن بالمقابل هناك مشكلة كبيرة ورثتها الحكومة العراقية منذ عهد الأنظمة السياسية السابقة من قبل 2003 وبالتالي تحتاج إلى تصحيح تحتاج إلى وجود قوات مسلحة عراقية وقوات أمنية من حرس الحدود على إدارة المخافر الحدودية وكذلك إلى عملية تسوية أرث محاربة التنظيم الإرهابي داعش والتي استغله قضية البككة واستغلته أطراف كذلك أقليمية أخرى حاولت أن تجد مسارات متعددة لكن بتركيز القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني على أنهاء هذا الملف وعملية تصفير هذه المشاكل من خلال حوار داخلي مع القوى السياسية العراقية ومع القيادة في أقليم كردستان وكذلك بالمقابل مع الجانب التركي بصورة مباشرة وأتوقع أن الحلول المباشرة التي يمتلكها الآن الحكومة العراقية ستنهي هذا الملف قريبا جدا ولكن بالمقابل نحتاج إلى عملية شراكة حقيقية في إيجاد الحلول وصناعتها مع الجانب التركي من أجل أن تكون حلول مقبولة للبلدين من جهة وحلول ليست انفرادية وكذلك بالمقابل إنما تشاركية تنهي هذا الملف وتعطيه للمجال التجاري والاقتصادي والتعاون المتبادل بين البلدين وكذلك التعاون السياسي والتداخلات الاجتماعية دورا في إيجاد مساحة للحوار أكثر من الاختلاف وهذا بالتالي ما يؤسس لعملية استقرار للعلاقات بين القرفين وكذلك بالمقابل تبادل وجهات النظر تجاه هذا التحدي والتهديد على الحدود سيد طه نعلم أن تركيا ما شاء الله بها وكلات أنباء قوية نعلم ذلك الإعلام في تركيا قوي كيف تناول الإعلام هذه الواقعة؟ بماذا سماها؟ متى أعلن عنها؟ كما أشرت لك عادة الوسائل الإعلامة التركية وخاصة الرسمية منها على سبيل سابوكاتر أنادول دائما هي لا تعرض فورا عن مثل هذه العملية التي يقوم بها الجيش التركي من حين إلى آخر حتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات من الجانب الرسمي ممكن بعد ساعات أن يصدر هناك بيان من وزارة الدفاع التركية ولكن دائما أنقرة البيانات التركية هي تصدر تحت عنوان كما أشرت لك تحييد عناصر هل تعتقد يا سيطاها أن ذلك أمر منطقي؟ أن ليس هناك خبر حتى الآن خبر خبر عن هذه العملية داخل تركيا بكل ما تمتلكه من إعلام؟ صحيح صحيح أتفق معك ولكن أنا أشرت لك هذا الخبر هو فقط يصدر بيان من وزارة الدفاع التركية وعادة وزارة الدفاع هي توزع على وسائل الإعلام ويصدر عادة في الوكالة الرسمية ويقصد هنا وكالة الأنادول ومن ثم ينتشر في باق وسائل الإعلام التركية الأخرى من دون صدور أي بيان رسمي لا يستطيع أحد هنا في تركيا أن يتحدث عن هذا الموضوع خاصة كما أشرت لك أن هنا الموضوع الكردستاني وحزب عمال كردستاني هو من خطوط الحمراء بالنسبة للجانب التركي والإعلام التركي وحساس للغاية دكتور علاوي هذا هو سؤال الأخير لحضرتك كان معنا ناطق باسم الجيش العراقية اللواء يحيى رسول قال لنا أن بغداد تحتفظ بحقها لوضع حد لهذه الخروقات كيف برأيك؟ يعني أكيد من خلال مسارات متعددة يعمل عليها السيد رئيس وزراء الصادر محمد الشياء السوداني سواء بالحوار الداخلي مع القوى السياسية العراقية ضمن اتلاف دارة الدولة وكذلك البرلمان العراقي وكذلك بالمقابل في إطار العلاقات الثنائية مع تركيا وتبادل وجهة النظر تجاه هذا التحدي وهذا التهديد حقيقة للاستقرار في قليم كردستان وبالتالي هناك أدوات عديدة متعددة للحكومة العراقية لكنها تركز على الوسيلة الأمثل وهي الوسيلة الدبلوماسية وما زلنا حقيقة نرى أن سياسة حسن جوار وإدارة الموقف مع الجانب التركي يجب أن يكون واقفا لكن بالمقابل هذا التحدي والتهديد عندما يهدد مواطنين حقيقة ستكون الأولوية لبوصلة المصالح الوطنية العراقية والانحياز لها بصورة تامة لكن بالمقابل هذا لا يعني أننا نريد أن نعود إلى مراحل وتحديات نواجه سواء بإطلاق تصريحات باتجاه الصراع أو كذلك بالذهاب إلى مسارات وأوراق دولية أخرى لكن بالمقابل ما نريده هو أن تنظر تركيا إلى أن الصراع مع البككة هو في إطار الحدود التركية وليس في إطار الدخول إلى السيادة الوطنية العراقية وإدخال العراقيين في هذا الصراع لأنه بدأ يؤثر على المواطنين العراقيين وبدأ يتأثر بمواطنين قليم كردستان على وجه الخصوص إن كانوا في السليمانية أو كذلك في محافظات أخرى من قليم كردستان العراق من بغداد دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي ومن إسطنبول طاه عودة أغلوب الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لكما على رأس الساعة وقفة إخبارية جديدة على شاشة الغد فابقوا مع الغد